أخبار التطوع إيه؟ نتيجة حصل فيها إيه؟ إيه التطوع؟ أنا يا دكتور أنا بقول لحضرتك كده يا سبت النائب أنا مستعدة أهو على الهوى من البرنامج التاسع أنا مستعدة أطوع لوزارة التربية والتعليم بثلاث ساعات من وقتي في مدرسة قريبة مني في التجمع أنا عايزة أطوع بثلاث ساعات أعمل إيه؟ وأنا بقول لساعدتك كتير من الشعب المصري عنده نفس الإحساس والرغبة والمسئولية وعنده استعداد بس ديني الألية اللي أنت على أساسها حطيت التطوع الوزارة قالت تطوع إيه هي الألية؟ فين الموقع اللي أقدم عليك؟ فين الموقع؟ لا أنا النهاردة لما تديني تطوع أنا رجل يعني أنا آسف في اللفظ لما قلت الحصة في تطوع بعشرين جنيه أو بالكلام ده يعني أنت فيها أهانة شوية لينا لأ أنا هتطوع لك مجاني أفضل ما تديني قيمة ما تستقع أنا آسف في اللفظ أقل من تأذيرك موافق أحضرتك 100% إذا قلنا تطوع فتطوع للآخر وهل تتوقع أنه فيه ناس هتقبل على ده؟ أنا ما أقول لك متوقع الشعب المصري في ميزة كله عرفة كويس جدا العالم كله إحنا أول ناس فاهمينها الشعب المصري عنده انتماء لبلده حلوة والحمد لله والمدرسين حتى لو ضغطت عليه وقلت له أنا أشغلك فوق طاقطق أو فوق النصاب القانوني اللي أنت واخده عشان بتحل مشكلة وعشان كذا أنا لو حسيت أن أنت مقدرني أنه يشتغل وإحنا كان زمان مش كنا بناخد الحصص بتاعتنا كان ليه نصاب قانوني سي 24 أو 18 أو وبعده فيه حصص فاضية بنكملها إحنا كان زمان عمل حاجة حلو قوي يقولك بعد النصاب القانوني بتاعك حصيتك دي بالأجر فكنا كلنا بنجرع عن إن إحنا ناخد بعض نصابنا بالأجر ليه كأنه أوفر تايم بس أوفر تايم أنا شغاله أنا فين ده؟ مش موجود طيب ده مش موجود حاليا؟ مش موجود طبعا أنا مش موجود فين اللي بالأجر؟ مفيش طيب فين التعينات اللي أنت هتعملها؟ مفيش طيب أنا بخرج مع شات بقدخل إيه مكانها؟ مفيش طب عندي عدد فصول بتزيد ده أنا عندي مشكلة تانية أنا أعرف أن أنا وعلى علم بالكلام ده وأكيد الوزارة على علمي فإن أنا عندي مدارس مبنية ومجهزة ومش عارفين يشغلها عشان معدناش كوادر مش كوادر طب أنا أسأل سؤال بس عشان برضو نبقى واقعيين وحق الرد لوزارة التربية والتعليمية ممكن أن يكون عندها الردود الكتير للأسئلة دي لكن عندي برضو سؤال منطقي هو أنا برضو لو قلت التطوع مين اللي يضمن لي أن المتطوع ملتزم؟ يعني خلينا نطرح آليات ممكن تخلي المتطوع يبقى موجود المتطوع ملتزم وطرق الرقابة مين المتطوع؟ ده هيكلم أولادنا عن إيه؟ مين ده؟ أنا بتكلم في سن وهو ده السن اللي أنا مبدأ فيه الشخصية بتاع الطفل وتاع المواطن المصري السن الصغير مين النهار ده؟ أنا كوليه أمر أو أنا كدولة ودولة الحمد لله كانة وعارفين الحروب اللي بنتحاربها من كل الأماكن في سبيل نحن ما نمشيش في مصرنا أضمن منين الشخص اللي إذا حم بحطته على اختبارات معينة وعملت له درسة معينة ودرسته أمنيا وسلوكيا كل ده بعمل درسة بي عشان أبدأ أشغاله لأننا مش هدي أي حد دخله على على ابن أبو 8 سنين و10 سنين و6 سنين هدخل واحد أنا ما نشعر بسيكوليته وإنت ساعتك عارفة وكلنا عارفين أن مش كلنا زي بعضنا طبعاً هل الوزارة لما نزل الكلمة تطوع إيه الأليات اللي حطيتها عشان تعمل للشخص ده تحطه في المكان ده النهار ده فيه اختبارات معينة فيه فيه شيء معين أنا باحتمره بيه طيب ولما جا تديله كانوا تطوع أنا النهار ده جايلك مجاني لما تيجي تاخد هتاخدها مربعات سكنية ولا جاب لي ساعتك من التجمع زي ما أنت بتقولي وأنا عاوز أتطوع وقولك طب إحنا عندنا عجزة في الموانسين آه طب أنا شوفني أنا هقدر أروح ولا لأ مش هقدر أروح ده حقيقي مش هقدر إيه اللي هي وديه لأ بس أنا هقولك حاجة بقى يا سيد النبي وأنا متأكدة أنه ده هيحصل لو وزارة التربية والتعليم عندها آلية حقيقية للتطوع المجاني أنا موافقة جداً أنه فكرة العشرين جنيه في الحصة دي إهانة لا خليني أتطوع ببلاش لو الآلية دي واضحة هتلاقي كوادر من أسادزة ودكاترة وناس في مستوى علمي وتعليمي إحنا عندنا ناس خريجي جامعة في مصر النهاردة شباب عندهم 24 سنة و23 سنة عندهم الفكر ده ويقدروا يديو لك ساعات كل أسبوع لكن الديني نظام الديني حاجة أشتغل جواها والتزام معين وزي ما حضرتك بتقول ويعني نطاق جغرافي أقصد أنه ده شغل كتير على الوزارة كمان أنها تنظمه بس هو ممكن مش صعب كنت بيش حاجة صعبة أنا بقول ساعاتك هي القصة كلها أن أنا أعترف أنا كطارق النهاردة وقول يا جماعة أنا عندي مشكلة فاعترفت بيها فبناء عليها هلاقي أكتر من فرض ومن جهة تقدر تساعدني في حل المشكلة لكن طول ما أنا بقول أنا ما عنديش مشكلة أو المشكلة بتاعتي محلولة أو أنا كذا عمرة ما تتحل عدم الاعترف بالمشكلة عمرة ما يحلها لكن إحنا شايفين بالفعل قدامنا فيه فيه عجز فأقول لي ساعدتك الحاجة ومن ضمن ضربات الحالة اللي قلتها أنا قبل كده يا جماعة أنا عندي طلبة وفصول ما دخلهاش مدرسين في بعض المواد حتى الآن والترم في امتحنات طب أنا النهاردة هحلي بالتطوع هحلي بالأجر أرجح تاني لمدرس قصة اللي بالأجر فوق النصاب القانوني بتاعي ليه ما رجعوش